نروح بقى لنادي الزمالك الزمالك تنتظره مواجهة في منتهى القوة أمام الترجي التونسي في تونس يوم السبت القادم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفرق حضراتكم عارفين أنه الزمالك خسر المباراة الأولى أمام شباب بولزداد وبعكية تعادل مع المريخ ومع نقطة واحدة والفوز مهم جدا على الترجي اللي كسم مباراتين على ملعبه وهيبقى فوز مهم وأتصور إن الزمالك يقدر بس الزمالك لو رجع لورى ثلاثة أو أربع شهور كده الزمالك بتاع الموسم الماضي الزمالك اللي كان بيعرف يدافع كويس وكان بيعرف يعمل تحولات أو هجمات مرتدة بشكل كويس لو عمل كده قدام الترجي وأتصور إن في ريلا هيلعم مباراة دفاعية قدام الترجي ويشتغل على التحولات والهجمات المرتدة الزمالك ممكن يظهر بشكل مميز على فكرة هو عيوب الزمالك الدفاعية بتظهر لما هو اللي بيهاجم لما هو اللي بيستحوز على الكورة بيبقى فيه مساحات في الخلف مساحات كارثية في النواحة الدفاعية عند النادي الزمالك في غياب الوانش بس الزمالك لما بيدافع ويبقى ورى الكورة بيبقى أفضل في التحولات وتلاقي بقى زيزو بيبدع وتلاقي سف جزيل بيبدع هتلاقي معظم اللاعبين عندهم حلول في العجمات المرتدة طيب جوزفالدو فريرة بقى المدير الفني نادي الزمالك من الكواليس بقى بيفكر في ايه قبل مواجهة التراجي التونسي يوم السبت القادم تعالوا نشوف أولا خلال الساعات الماضية حرص البرتغالي جوزفالدو فريرة المدير الفني للنادي الزمالك على تجهيز لعبيه بشكل جيد قبل مواجهة التراجي التونسي في الجولة السالسة بدور المجموعات من بطولة دور أبطال أفريقيا لتصحيح مسيرة الفريق الذي تلقى الهزيمة في أول جولتين أمام شباب بوليسدات والمريخ وتحدث المدرب مع لعبيه أكثر من مرة حول الأخطاء التي شهادتها المباريات الماضية ثانيا وجه فريرة تحذيرا شديد اللهجة إلى شيكبالة بسبب انفعاله بعد استبداله في مباراة المريخ الماضية حيث أكد المدرب للعبه شيكبالة أنه يجب عليها أن يكون أكثر ارتزاما خصوصا وأنه قدوة لباقي اللاعبين موضحا له أن سبب استبداله هو تراجع اليقته البدنية ما أثر على دوره الدفاعي ثالثا المدير الفني البرتغالي قرر عدم ضم المدافع محمود حمدي الوينش لقائمة الفريق في مباراة التراجي حيث فضل أن يستكمل عملية تأهيله على أن يخضع بعدها لكشف طبي أخير بعد مواجهة التراجي في تونس ليتم حسم موقفه قبل مواجهة العودة أمام التراجي فيها القاهرة ولا تستشارك فيها الوينش إذا أثبتت الكشفات الطبية سلامته بشكل نهائي في أمس الحاجة الزمالك للوينش في أمس الحاجة رابعا في ريلا قرر إعادة حمزة المسلوسي للمشاركة في خاط الدفاع على حساب المدافع الشام محمد طارق حيث يرى المدرب أنه أفضل في مثل هذه المباراة ويملك خبرات لعابي شمال أفريقا التي ستفيد الفريق أمام التراجي في ملعبه ووسط جماهيره وإن كان محمد طارق بالمناسبة مشروع مدافع جيد جدا المودي الفني البرتغالي قرر أيضا الاعتماد على أحمد فتوح في مركز الزهير الأيسر على حساب محمد عبد الشافي حيث يرى فريلا النشيف يعاني من إجهات كبير وقد يتأثر مستوى في مباراة التراجي الذي لا بديل فيه عن الفوز من أجل الحفاظ على أمال الاستمرار في البطولة سادسا فريلا قرر ضم السلاسي الجديد ناصر منسي واحمد بالحاج ومحمود شبانة لمعسكر الفريق قبل مواجهة التراجي وموقفهم من السفر مع الفريق إلى تونس ستوقف على تلقي الزمالك وعدا من اتحاد الكرة بكيد اللاعبين حتى لو صباح السبت المقبل يوم المباراة ولكن إذا لم تتضح الرؤية حول إمكانية كيد السلاسي لن يضموهم في رحلة تونس